انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يتم قبل 31 من يناير المقبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أعلن موافقة التكتل على تأجيل موعد البريكسيت لمدة ثلاثة أشهر وهي مهلة أرغم رئيس الوزراء البريطاني على طلبها رغم تأكيده أنه يرفضها بحسب مصادر أوروبية موافقة بروكسيل على التأجيل جاءت قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لبريكسيت في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء البريطانية محاولاته لإقناع أعضاء مجلس العموم بإجراء انتخابات مبكرة يقول جونسون إنها السبيل الوحيد لكسر الجمود الذي يعتري الملف منذ أكثر من ثلاث سنوات جونسون كان قد دعى الأسبوع الماضي لإجراء انتخابات عامة مبكرة في الثاني عشر من ديسمبر مقترحا على البرلمان مهلة حتى السادس من نوامبر للموافقة على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي وهي المرة الأولى التي يعترف فيها رئيس الوزراء بفشله في تنفيذ وعد قطعه على نفسه بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي وثلاثين من أكتوبر باتفاق أو دون اتفاق ويسعد جونسون للحصول على دعم برلماني يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان المكون من ستمائة وخمسين عضوان لكن عدم توفره على الأغلبية في مجلس العموم يجعل فرصه في ذلك تبدو ضئيلة في وقت سارعت فيه عدة أحزاب لمعارضة الخطوة ترجمة نانسي قنع